أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية عزيزة المشاهدين أستاذ عصام مباراة للأهل وبرامدز الأول بس هو سؤال مهم جداً لأنه يعني كوني شوية حد يبعث لي قولي مصدحنا لو ما كسبناش لقدر الله أو حد تاني يقولي لو كسبنا يبقى احنا خدنا الدوري نعم ما فيش كده في الكورة ولا في منازلات الكبير بحجم النادي الأهل طبعاً لأنه في الآخر الأهل يلعب مجموعة مباريات يحصن منها نقاطه وماشي في طريقه يعني طبعاً أمام منافس مخدوم بيجمع نقاطه وكمان لكن وأنت تحدث يعني خلوة مخدوم دي طبعاً عن الكبير الأهلاوي لازم تبحثت في بالك أنه مع الكبار ما فيش حاجة اسمها أو إذا يعني إذا لم نفذ إزاي يعني أكم من مرات فقد الأهل نقاط واستطاع تعديل موقفه لأنها منافسة في الآخر والأهل يلعب يعني بقدمه وعرق لعبيه وجهد إدارته وعندوش حلول تانية يعني وبالتالي لا خالص الأمال كلها تنعقد أن نحن نرد الرسالة أن جمهور النادي الآلي يكون متواجد يكون عنده هذه الثقة الدائمة في لعبته أن هم اللي عندهم الأفريجي الأكبر للتواجد في ساحة مع المنافس الموجود حالياً واللي حتى منافسك التقليدي بيزكيه لغيابه وبالتالي لا المسألة صعبة إلا بقى إذا أنت كمشجع له وهذه لا تحدث حتى واحد في المية بدأت تقولوا إحنا لعبتنا أد الكلام ولا لا ودي عمرها ما تحسب من جمهور النادي الآلي فما فيش أنا أرافض التساؤل والاستفسار بالشكل ده طيب سوز أيمان السلسلة انتصارات متتالية ولكن دايما مباراة بيرامدز بيبدأ لها طبعا خاصة أكيد طبعا أن هذه الأهلي الفترة الأخيرة من بعد طبعا دوري أبطال أفريقيا والاستئناف مباريات الدوري مرة أخرى فيه سلسلة انتصارات فيه تجميع نقاط ولكن مباراة بيرامدز أكيد هي في الفترة دي هالية طبع خاصة طبع استثنائي من وجهة نظري طبعا المتفق مع حضرتك المتفق مع أستاذ عصام تفكرة أن ما ينفعش دايما نربط الأهلي لو كسب أو الأهلي لو خسر إلا يحصل ولكن المباراة فعلا المراد الأهلي بيواجه بيرامدز يمكن دي الأول مرة يكون بيرامدز منافس للنادي الأهلي ووضع أنه فيما يخص عدد النقاط وأن بيرامدز يكون قريب لهذه الدرجة من النادي الأهلي وأن المباراة نفسها يعني أن النادي الأهلي للأسف طبعا في فترة من الفترات فقدنا تقريبا يعني كان عندنا 12 نقطة نقدر نحسمهم ولكن خسرنا البنك الأهلي تعادلنا مع الجونا واسموحة وإنبي فالنقاط دي خلت أن أنت حتى برا قلت فيه 9 على أقل من 12 يعني على أقل 9 نقاط من 12 دولة وكنا أخذناهم كنا نوصل للوضع الحالي اللي هو شبه الموسم الماضي أن أنت لما خلصت أفريقيا وبتكسب أنت بتبعد لكن أنت المرة دي الظروف خلت أن أنت بتحاول أن أنت تلحق بالمتصدر عشان خاطر لهو خلص عدد مطشات أكبر وكمان مرتاح فهنا صعوبة المطش ولكن خبرات النادي الأهلي نادي الأهلي زي ما قلنا كده زي ما بيراميدز عمل سلسلة انتصارات نادي الأهلي عمل سلسلة انتصارات فيما يخص عدد الموارات العملية يعني البيراميدز لو كسبان 14 مطش متتالي نادي الأهلي كسبان 12 مطش متتالي حتى رقميا النادي الأهلي في أمور كثيرة أبعد من بيراميدز رغم عدد أن فيه أربع ماتشاط أقل فدي النهاردة لازم تتحط في الحسبان ولكن زي ما كنا بنتكلم كده أنا أستاذ عصام قبل الهوى الفكرة أن المرة دي بيرامدز فنياً الدنيا ماشية معاه المدرب مدرب جيد يعني فكرة المعلمين في الفرقة أقل شوية فممكن داي يديوا مستقرار إلى حد ما فني المكسب فكرة المكسب يجي مكسب فإنها طبعاً المباراة مرتحين فكرة أنه بيلعب ماتش كل يعني ما إزاي الناس بيلعالي قولي من آه يعني الدنيا مريحة معاهم خالص ويعني طلباتهم مجابة فالنهاردة كل الأمور دي ممكن تخلي أن الناس ألانا شوية وده ألق طبيعي ومهم أنه هو يكون موجود الثقة الزيادة تبقى صعبة وكمان لكن في نفس الوقت مش معنى أن نقول ما يبقاش فيه ثقة زيادة أن أنت تعطي المنافس أكبر من حجبه ومنافس جيد بيقدم كرة كويسة ولكن في النهاية النادي الأهلي عنده بعيدة عن خبرات والتاريخ والإرس كمان في الملعب يبقى فيه جمهور فهنا عوامل كتير بنقدر دولك أنه بترجع كافة النادي الأهلي في المباراة وعنده رقميا عدد المرات اللقاء لأنه برضو الجمهور الأهلي لازم ياخد باله أنه الذي نفسك ليس أمام يعني جوقة حوله إلا أنه تحاول توترك ما ظنش هتقدر يعني لأنه في الآخر مرة حد قالك بعد أول مرة لعب الأهلي قالك النبرة من زيدان الفريق الوحيد الذي لم يوزم الأهلي على طوال تاريخه وهو كان لسه أول موسم يلعب يعني فعنده عاوز يوترك فأنت ما تتوترش أن تكون حاضر في مكانك كلاعب أول مع النادي الأهلي فأنا أعتقد أن كل الأرقام وسقتك في لعبتك وفي جهازك الفني وقدرتك حضرة طبعا بإذن الله تعالى